كان طالبه بأنه منظومة ديال الارتخصها التراجع وتاخد بعين الاتبار يعني المتطلبات ديال العصر والتطور اللي عرفه يعني العرفات والأدوار ديال النساء وبالتالي يخصو يكون يعني بني عن المساواة بني عن العدل وعدم تمييز بسبب الجنس أو بسبب العقيدة يعني أنه خص تكون المساواة في توزيع الأنصبة بين الأقارب من نفس الدرجة يعني المساواة بين الأخ والأخت بين الزوج والزوجة بين الأم والأب يعني تكون المساواة في توزيع التاركة من نفس الأشخاص من نفس درجة القرابة كذلك فيدرالية رابطة حقوق النساء تبنينا يعني بإله الفرد يخص يكون عنده حرية الاختيار وبالتالي سلطة الإرادة ستكون مضمونة من خلال الوصية الشخص بنحق أنه هو يختار في حياته لما نعطيه أو كيف الشي وزع التاركة دياله وبالتالي إلغاء لا وصية لوارد وكذلك ما يكونش الاختلاف الدين سبب أو مانع من موانع الإرد يعني في حالة الزواج المختلط وإحنا كنعرفوه بإله المغرب كيدير مجهودات باش أنه يحسن مناخ ديال الاستثمار ويجلب يعني الأموال ورؤوس الأموال وكيفاش أنه إحنا باقي عندنا مدونة الأسرة اللي في مجال الإرد كتحرم النساء اللي عندهم يعني مختلفات في الدين مع الأزواج ديالهم من الإرد وهذا دي من بين العراقي اللي كتأثر على تطور ديال البنات كذلك إلغاء التصيب وإحنا وقفنا من خلال يعني أو من خلال مراكز الاستماع ديال في ديرالية رابطة حقوق النساء منذ 2007 وقفنا أو جوا عندنا أسر من الرجال الأباء اللي عندهم البنات جوا عندنا المراكز الاستماع ديال الأسر اللي كانوا كيشتكوا من هذه المسألة وهذا الإحراج ديال أنهم مبغوش مثلا لعائلة ديالهم أو أخوتهم يجيوا وورتسوا مع ابنتهم يعني ومن هذا يعني من 2007 وحنا كنرافعوه وكننا ناضلوه من أجل إلغاء التصيب ومن حق يعني من حقهم أنهم البنات حتى هم يورتوا بحالهم بحال الولاد حتى بالنسبة لبيت الزوجية احنا كنطالبوه أنه خصو يكون يعني يكون من حق الزوج والأبناء الباقي الباقي على الحياة يعني توفات الزوجة يبقى الضار الولاد والزوج أو توفات الزوج يبقى الضار الزوجة أو الولاد يعني ما يدخلش في التاريكة وبالتالي كيكونوا دراري صغار وكي يعني كي يقسموا ديك نطارو هذا وكي يلقى ورسهم بلا والو بالنسبة للمسألة دي الاجتهاد أو بالنسبة للفقه القديم احنا كنعرفوه بإله يعني بزاف أنه الإرت هو من النصوص القطعية إلى غير ذلك احنا كنقولوه بإله حان الوقت باش أنه تكون قراءة متجددة للفقه اللي كتاخد بعيد الاعتبار بإلا النساء أصبحنا منتجات يساهمنا في الإنفاق سواء داخل الأسرة أو في البلاد ديالهم النساء معيلات الأسار النساء تنتج الثروة ديال ومنتلكات ديال العائلة وبالتالي يكون تأويل جديد للنصوص الشرعية بحيث أنه يأخذ بهذا التطور ديال أو مساهمة النساء في اللي احنا كنعرفوه بإله تقسيم ديال الأدوار اللي داروا الفقه وما كيتعتارفش مساهمة الاقتصادية والمادية ديال الزوجات وديال الأمهات وحتى يعني المجهودات اللي كتديرها الأمهات واخر اللي كانوا هما رباط البويوت وبالتالي الآن الواقع كينفي هذه المسألة يعني ما بقاوش النساء الآن كياخدوا صدق ما بقاش صدق بشكل دياله القديم لحقاش هو هذا المبرير أنه المرأة كتاخد نصف تريكة لحقاش هي عندها صدق من حقها صدق ومن حقها النفقة في حين أنه وحنا في الواقع وواقعيا كان عرفو بإلا النساء صدق دبا كيكونوا الراجل للمرأة بنتهم يعني هما كيتفقوا كيفاش عندهم يديروا العرس كيفاش عندهم يجهزوا الدار كيفاش عندهم يجهزوا الدار كيفاش عندهم يشريوا الحويج ديالهم بجوجهم حتى المرأة كتساعد في تكوين هاد جهيز هذا وكان طالبوا كذلك من ناحية الاصدق أنه ما يكون شرط صحة في عقد الزواج وإنما يدخل في باب الهدايا اللي كتبقى بين الخطيبين كيشيء النساء بحلة كيوليوا متاع وكيوليوا كسلعة كذلك كما قلت لك يعني من ناحية الواقعية من ناحية الواقعية حنا عارفين بإلا هو صدق ما بقاش كيم مشحل هذه كتخدم وما كتصرفش على دارها بشكل أو أي آخر يعني كتصرف على دارها وكتصرف على أولادها كذلك النساء اللي هما ما كيشتغلوش ربط البويوت كان طالبوا بتقييم العمل المنزلي أو علما للرعاية اللي كيديروه النساء اللي هما كيشتغلوش وتعتبر له داك المجهودات اللي كيديروه داخل البيت في تدبير الأسراء الأطفال يعني باش أنها كتشمع داك الفليسة باش يديروا داك الممتلكات أو شيروا داك الصيارة أنه مهم هاد المجهودات اللي كيديرها النساء اللي ما كيشتغلوش أنها تقيم وتعطالها قيمة اقتصادية والتالي يتعتبر مشاركة في تنمية موارد ديال الأسرة وبالتالي التطورات السوسيو اقتصادية اللي عرفها المجتمع المغربي ومن حيث يعني اجتهاد الفقهي خاصنا اجتهاد فقهي حي إنساني بقراءة متجددة قراءة واقعية قراءة اللي كتاخد بعين اعتبار قاعدة تطورات والتحول الولاد اللي عرفها المجتمع المغربي من أجل العدل ومن أجل الإنصاف ومن أجل المساواة ترجمة نانسي قنقر